السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ترون في العنوان عاجل التعليم بالتناوك طيلة شهر أكتوبر كما قلنا في واحد الفيديو سابق والأمور التي تأكدت اليوم خلال واحد منشور وهو بقي راح صحيح لأنه كما قلت لكم في واحد البلاغ دل الوزارة في ثمانية وعشرين غشت ربقي وولي خدامين بإلابه إذن حسابه حسابه مصادر مطلعة وفي انتظار تأكيد الرسمي سينطالق الموسم الدراسي كما هو مستر يوم جمعة فاتح أكتوبر الفين وواحد وعشرين بحول الله وسيكون التعليم بالتناوب هذا التناوب إلى غاية ثلاثين أكتوبر هنا هالتناوب عندو الشرط اللي قلنا أن كل شيء يكون ما تكونش المؤسسة كلها ملقحة وما يكونش عندها يعني يمتغي يكون هو حوضوري مين تكون مؤسسة ملقحة كلها أو القيسم في قل من عشرين إلا ما كانش هالتش راح تناوب هالتش اللي كيندابا في الغالب راح تناوب لأن أغلبية أغلبية المؤسسات ما عنده شهد مية في المية في تلقيح إذا وبتدائي أصلا ما عندهم ما عندهم تلقيح يعني غالي بقى بالتناوب أي عندما تبلغوا نسبة الملقحين تمانين في المية إلا انطارقة تلقيح بنسبة بسبب الإعدادية راح بادي إلا وصل تمانين في المية يبقى حوضوري على حسن كي يقولوا يرجح حوضوري ما وصلت تمانين في المية راح تناوب يستعمالات الزمن تنجزوا ويفقى نموذجين يعني الأساسي سيوجدوا جوجة نموذج ديل استعمال الزمن واحد ديل حوضوري واحد بالتناوب فانتظار تبدل الحالة الوبائية أو أن الويدات يتلقحوا ما تلقحوش وماذا سيبقوا بالتناوب إذا هاد 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 شيء اللي بقي كيروج لحد الساعة يعني بقى نغير الخميس وغلين نزيد نتأكله وكنا في حوار مع المفتشين نصف نتأكله بأن هذا كان لباركين تنوب باقي نعتامدين على البلاغ للثمينة وعشرين غشة الذي يقول لنا الأنماط ذي الديلة التعلمات إما حضوري إذا كان كل شيء ملقح أو كان أولي داس قل من عشرين واحد في كل قاعة هاد هاد هو حضوري ما كان شاد شىء إما الابغي يخصر عن بعد أو أنهم غيروا التنوب حال العام اللي فات سوف تقرأ بالتناوب في الغالب إلا لك أنت في مؤسسة حرة ودار لكم عشرين واحد في القيسم سوف تقرأ حضور يوميا إذا نأتي طيلة شهر أكتوبر في انتظار أن الوليدات تتلقحوا أو أن هذا المرض أو هذا الوباء ينتهي ويتقلص بهذا الشكل كبير وصلوا على رسول الله